اشتركوا في القناة هي منزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة وحدة وثلاثين دقيقة بعد ظهر اليوم الأحد لا ينتقل بعدها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء وثبات برضو بما أن القمر موجود في برج الأسد معناته بيأثر علينا صفات برج الأسد على جميع الأبراج ففي هذه اليوم بيكون الناس من حولنا أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطف مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا في هاي الفترة اقتراض المال أو الاستثمار أو اقتناء حلية ثمينة التحليب الشجاعة ارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لإلنا بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا اليوم اتشكلت زاوية جديدة اللي هي بداية زاوية التثليث الإيجابية بين عطارد وبين بلوتو وهي بما أنها إيجابية معناته رح تعطينا طاقة ممتازة وخصوصا بعد عودة عطارد للحركة الأمامية هاي الزاوية طبعا تأثيراتها ابتداء من اليوم اللي هو خمسة ستة لغاية يوم ثلاثة عشرة ستة تقريبا في ساعات المساء المتأخرة يعني الساعة تسعة وواحد وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من يوم عشرة ستة هاي الزاوية طبعا بتزيد من حدة ذهننا وتركيزنا وسرعة البديهة عنا وحس النقد عنا وبتمنحنا حب العدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية زي ما حكينا بهاي مستمرة لغاية يوم تسعة ستة هي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين نبتون طبعا هاي اللي بتخلينا عنا قدرة كبيرة على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية السلبية اللي بين عطارد وبين زحل هي زاوية التربيع برضو تأثيراتها لغاية يوم تسعة ستة هي اللي ما زالت بتسبب نوع من أنواع التعب، القلق، الحذر، الميل للكآبة بتحد من خيالنا بتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا لبعض الإرهاق اللي ممكن أنه يضر بصحة البعض بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل طبعا في عنا أول زاوية هي زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي بتكون ذروتها الساعة ثلاثة وستة وأربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش طبعا هاي تأثيراتها مستمرة لغاية ساعات الظهر تقريبا ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك من ناحية سلبية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي طبعا ذروتها ساعة تسعة ودقيقتين مساء بتوقيت جرينيش تأثيراتها بتبدأ من ساعات الظهر وبتستمر لبعد منتصف الليل من واجه مصاحب عراقيل بتطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض نهائيا خلال هذا اليوم بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل هي زاوية عفوا تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون ذروتها الساعة 11 و11 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش طبعا تأثيراتها من ساعات العصر بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجيي الطبع بعد هاي زاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ اليوم الأحد خمسة ستة رح يبدأ في تمام الساعة 11 و11 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش يعني آخر يوم الأحد بتوقيت جرينيش رح يستمر طبعا خلو المسار لغاية صباح يوم الاثنين ستة ستة لغاية الساعة ستة وواحد وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش وها بنتقل بعدها القمر للعدراء هذا بيعني انه الفترة المذكورة ما بين منتصف الليل لغاية ساعات الصباح فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعراض اللي في جسمنا طبعا أو الأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية ولازم نبعد عن العمليات الجراحية الكبيرة اللي بتتعلق في هاي الأعضاء اللي هو القلب، الشريان الأورطي، الدورة الدموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب، العمود الفقري، الظهر والجانبان ممكن عمليات اللي هي العمليات الصغرى أو العمليات اللي إلها علاقة بالقسطرة القلبية ما فيه أي مشكلة فيها ولكن كعملية جراحية كبيرة ما بنصح فيها يوصى بإجراء عمليات جراحية لباقي الأعضاء في الجسم دون اللي ذكرناها أما بالنسبة لهذا اليوم طبعا بالنسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ما زال الزهرة منتحس رغم أنه الشمس موجود، القمر موجود في بيت قوي إلا أنه بشكل اليوم كلها زوايا سلبية فعشان هيك هذا اليوم لا يصلح للعمليات الجراحية وحتى للحقن والجراحة يعني ما بنصح فيه نهائيا لا يصلح أيضا لإزالة الشعر الزائد ولكن يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر انحسار المربع بدأ الآن يتجه باتجاه نصف البدر فهو لسه ما اكتمل يعني هو 35% طبعا اليوم هو اليوم 6 في تمام ساعة 6 و47 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بصير اليوم السابع من هذا الشهر العربي فلكيا فالنسبة الإضاءة 35% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21 ستة طبعا الآن هي سعيدة بنسبة 30% ولكن من ساعات الظهر تنزل نسبة الحضوض للشمس بنسبة 15% يعني بتصير 15% القمر في الأسد حتى يوم 6 ستة طبعا لأنه كل الزوايا سلبية المتشكلة مع زوايا تربيع أغلبها مع الكواكب اللي موجودة في برج الثور فعشان هيك اليوم هو منتحس بنسبة 10% الآن موعد بث الحلقة الساعة في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 60% بترفع نسبة النحوس بشكل عالي أو النحاسي ولكن بساعات المساء بتنزل لنسبة 40% إذن القمر اليوم في مكانه ضاغط أما بالنسبة لعطارد في الثورة حتى يوم 13 ستة منتحس بنسبة 40% لأنه تأثيرات التراجع ما زالت موجودة عطارد في الثورة حتى يوم الزهرة في الثورة حتى يوم 23 ستة منتحس بنسبة 25% المريخ في الحمل حتى يوم 5 سبعة سعيدة بنسبة 60% المشتري في الحمل حتى يوم 28 سبعة بعدين بده يبدأ عملية التراجع في برج الحمل هو سعيد بنسبة 25% الآن زحل في الدلو بدأ في عملية التراجع ورح يستمر في عملية التراجع في برج الدلو لغاية يوم 23 عشرة طبعا منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة حتى يوم 24 ثمانية برضو رح يبدأ عملية التراجع يوم 24 ثمانية في برج الثور هو الآن سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28 ستة بعدين رح يبدأ عملية التراجع في برج الحوت سعيد بنسبة 15% الآن أما بالنسبة لبلوتوف الجدي اللي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بما أن القمر في البيت الخامس فهو يوم إيجابي إجمالا لأن القمر بعض طاقة إيجابية لما بكون في البيت الخامس وهو بيت للحضوذ وبيت للعاطفة فعشان هيك بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة إيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة بأمور العاطفة أو التقرب من الأحبة كالمغازلة والمصالحة تكرار المحاولات السابقة ولكن بما أن القمر منتعس فهذا بيخليك تفرد سلطتك أو تعمل نقاش حاد ما بينك وبين الأحبة أو قلق وخوف على بعض الأحبة فعشان هيك بدك تنتبه من هاي النقطة من ناحية العصبية وفرض السيطرة برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا تحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم هذا اليوم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو بعض الأعطال أو الأعمال أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية فعشان هيك عشان القمر منتحة النحيس فبدك تحاول قدر الإمكان أنك أنت تمسك أعصابك أثناء التعامل مع أفراد العائلة تبعد عن المشاكل قدر الإمكان والاستفزازات اللي ممكن تظهر من وقت لآخر فضبط الأعصاب مطلوب برج الجوزة اليوم النشاط عالي جداً على مستوى الاتصالات والتنقلات والحوارات أو الخروج في نزهة قصيرة أو تغيير جو أو حتى الترويج لسلعة معينة الأجواء ممتازة جداً وحتى بتدعمكم على مستوى التعامل مع الإخوة والجيران بتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك وبتنشط بالتنقلات والاتصالات ولكن بسبب نحاسة القمر بيطلب منك الانتباه أثناء تنقلاتك ما في داعي للمغامرة أو المجازة فيه أثناء التعامل مع الإخوة وبرضو في نفس اللحظة اللي عندهم امتحانات بدهم يركزوا بشكل جيد دون تسرع برج السرطان رح يفتح مجال اليوم لموليد برج السرطان بالمكاسب المالية اللي عادة تيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة أو الإسراف بدون حساب يعني مشتريات ما إلها أي داعي انتبهوا لأموالكم من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين اليوم ممكن تعالج استحقاق مالي أهم مش أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن عندك المعنويات بشكل ملحوظ الطاقة عالية وبرضو الأجواء مناسبة لكثير من الأمور برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد طبعا القمر الآن موجود عندكم واستقر بشكل كامل فهذا الشيء بيعطيكم فترة أفضل من الأيام الماضية ورح تحسوا بطاقة عالية جدا وخصوصا بعد الأيام اللي مضت اللي كانت طاقتكم مفقودة بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة تدعيم مركزكم الاجتماعي هذه الفترة بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية لبعض الأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن اليوم تحقق نجاح باهر ولكن الملاحظة هي العصبية ردات الفعل الانفعال أو الشيء الغير مبرر فبدك تنتمي من هذه الأمور برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا اليوم لأنه القمر موجود في بيت المتاعب ومنتحس برضو فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب بشكل كبير اليوم رح تشعر بنوع من أنواع التعب أو الإرهاق اللي رح يسيطر عليك أكثر من الأيام الماضية ولأخر يوم لأنه في صباح الغد القمر رح يوصل عندك فبمنحك طاقة وبعوض لك هاي الخسائر اللي حصلت عليها في اليومين اللي مضوا فعشان هيك بدك تحاول تنظيم أمورك اليوم والمحافظة على صبركم المعهودة أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ضبط الأعصاب مطلوب ممكن تتذمر اليوم من تأقير أو من سوء تفاهم أو التباس أو وسواس أو قلق أو حتى طاقة مفقودة بدك تحاذر من البدء بأي شيء جديد ولا تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط بدك تحاول تعمل أعمالك بشكل روتيني نظم أمورك وضاعف مجهودك عشان ما تتراكم الأمور عليك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بدأوا يشعروا بنوع من أنواع فقدان الطاقة لأن القمر بدأ يقترب لبيت المتاعب رغم أنه اليوم فيه نشاط اجتماعي ولقاء للأصدقاء أو ممكن تلتقوا الأصدقاء أو يتوجهلكوا دعوة لحضور حفل أو مناسبة أو لقاء حاول أنك اليوم تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك في نوع من أنواع التحالف ما بينك وبين الزملاء والأصدقاء الجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد وحاول أنك تخرج للقاء الناس ولكن بسبب اقتراب القمر من بيت المتاعب بنصحك أنه اليوم تحاول تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل منتصف الليل عساس قبل قلو المسار فعشان هيك إنجز أعمالك عشان ما تتراكم عليك في الأيام اللي رح تكون ضاغطة عليك والأجواء تقريبا مساعدة لهاي الأمور برج العقرب اليوم التركيز كله حول الاهتمام في مجال العمل وعلاقاتكم بالمسؤولين وإتمام بعض الأعمال الضرورية والمهمة ممكن يكون اليوم ضاغط شوي عليك التزامات أعمال بعض التوترات فعشان هيك بيتركز الاهتمام حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بدهم يركزوا إذا كان عندهم مقابلة حاول تقدم أفضل إمكانياتك عشان اليوم يعني ممكن تحصل على إنجاز أو تحقق إنجاز أو تحرز نوع من أنواع التقدم اللي ممكن يجي بشكل مفاجئ ولكن من جهة أخرى بسبب انتحاسة القمر ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية أو حتى قلق على صحة أو أحد الأحبة المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية فترى فيها نوع من أنواع الصعوبة رغم إنه فيها كثير من الأشياء اللي بتطلب منك التركيز بدون مغامرة بدون مجازفة بدون مخالفة القوانين برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا الطاقة عالية جدا اليوم لأنه القمر في بيت حليف لإلكلوه البيت التاسع فعشان هيك النشاط رح يتركز كله على اتصالات خارجية مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد أو امتحانات جامعية أو دراسة جامعية أو حتى سفر اتصالات النقاشات أمور فلسفية علمية كلها اليوم رح تكون ظاهرة على الساحة حتى على مستوى الاستراد والتصدير ممتازة وحتى على مستوى رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم برضو ممتاز جدا اليوم ممكن يحملك ورشة عمل أو تشارك في حملة معينة أو دورة مثلا أو زي ما حكينا مسائل علمية ممكن تلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة الأجواء لطيفة بتحيط بحياتك وأهم شيء أنك تعزز علاقاتك الاجتماعية والعائلية الفترة هاي مثمرة على جميع الأصعيدي ولكن الضغط ممكن يخليك تخطئ في أمرين أول إشي تنقلاتك أثناء قيادتك للسيارة بدك تنتبه منها بشكل جيد وبرضو الأمر الثاني إذا كان عندك امتحان بدك تركز بشكل جيد برج الجدي اليوم بالنسبة لموليد برج الجدي تركيز كله على الأموال المشتركة فعشان هيك اليوم بتنظموا أموركم بشكل جيد على مستوى كل الأموال المشتركة زي بنك ضريبة تأمين أموال لكم بتكون تستردوها حسابات فوترة كلها هاي بدها تركيز ومن ثم من جهة أخرى فيه فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو من تعويض ولكن من جهة أخرى بتكون تحذروا من الشراكات المالية ما توقعوا على العقود ولا تلتزموا دون مراجعة العقود والبنود بشكل جيد واليوم لا تكفلوا حد ولا تدينوا حد فلوس وانتبهوا لأموالكم برضو ما بناسبكم اليوم إطالة الخلاف والزعل ما بينكم بين الأطراف الأخرى حاولوا لا تسريع وجهات النظر وتقريبها والمسامحة أو التراجع عن قرارات سابقة كانت إلها مشاكل باستطاعتكم إدارة المفاوضات بشكل جيد والأبق ممكن تناقشوا موضوع بيتعلق بإرث أو موضوع مالي برج الدلو أما بالنسبة لموليد برج الدلو فاليوم تركيز كله على علاقات الشراكة ما بينكم وبين الأزواج اليوم ممكن يكون في رغبة لتدعيم شراكاتكم أو المصالحة أو المسامحة أو التقارب الأكثر بين شركاء المال وشركاء العاطفة وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بطلب تعاون من طرف ثاني تتفقوا أنتوا وما بينكم وبين شركاءكم على إنجاز بعض الأعمال المهمة أهم شيء أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك اليوم لا التوتر ولا الجدال بدك تعالج التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وحاول أنك ما تتسرع باتخاذ القرارات يعني بمعنى آخر ابعد عن المشاكل والعصبية قدر الإمكان برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر مستقر الآن في البيت السادس اللي هو إلو علاقة بالعمل إلو علاقة بالصحة فعشان هيك بتشعروا أنه ما في طاقة كاملة لإنجاز بعض الأعمال أو ممكن تتراكم عندكم الأعمال أو يكون عندكم التزام كبير بأمور عملية حاول أنك تنجزوا ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك بدك تنتبهوا لغذاكم وراحتكم لا تسمحوا للواجبات بالتزام ولا بالتراكم بدك تكونوا أكثر تنظيما وتحسنوا إدارة الوقت اتجنبوا إثارة العدوات وإهمال وضعكم الصحي منكم ممكن أشخاص ينشغلوا بمراجعة طبية أو أدوية أو يشعروا ببعض التعب الصحي وخصوصا أنه القمر منتحس فبتطلب منكم التركيز بشكل جيد على الوضع الصحي حاولوا أنكم تقضوا قصة من الراحة من وقت لآخر تنتبهوا للصحة إذا شعرتوا بشيء غير اعتيادي راجعوا الطبيب وحاول برضو أنك ما تدخل بأي خلاف مع زملائك بالعمل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر